موسيقى الاتجاه التصاعد في هذه الخطوة والخطوة الحركة في هذا النطاقين المقاومة من المتوقع أن ينتهي نموذج الاتجاه الصاعد في هذا النطاق وسنرى تغير في الاتجاه وبداية الاتجاه التصحيحي أو تنازلي في رسم البياني إذا تمكن السعر من تجاوز نطاق المقاومة المحدد والفشل في هذا النطاق يعتبر فشل وهمي ووفقا لهذا السيناريو وأي ارتفاع بعد هذا النطاق يمكن أن يتحقق إرجاع سريع جدا ووفقا للسيناريوات المعروضة فإن النطاق الزمني لمحدد هو نطاق الزمني مهم لتغيير الاتجاه أو تحويل الاتجاه ونطاقات المقاومة التي حددناها يمكن أن تشير إلى تغير الاتجاه أو استمرار الحركة حتى نطاق المقاومة التالي أتمنى أن يكون هذا الفيديو التحليل مفيدا لكم وإلى اللقاء إلى تحاليل التالي